محطة جديدة في مسيرة سفيرة النوايا الحسنة حول دول العالم التي رفعتها مؤخرا من منصب سفيرة إلى منصب مفادة خاصة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين محطة هي الثانية التي تخصصها الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي للاجئين السوريين ففي زيارة إلى الأردن توجهت الممثلة الأمريكية إلى مخيم الزعتر للاجئين لتطلع على ظروفهم زيارة وصفتها بحرقة كبيرة بعد انتهائها سألت الأطفال عما رأوه في سوريا فأجابوا أنهم رأوا أشلاء جثث على الطرقات حتى أن طفلة شبهت تلك الأشلاء بالدجاجة تعاطف جولي مع الأطفال للاجئين ليس بجديد إذ كانت قد خصصت معظم زيارتها لمخيم للاجئين السوريين في تركيا للأطفال أيضا إلا أن النوايا الحسنة التي تقدمها هذه الممثلة لأولئك اللاجئين لا تقتصر فقط على مجرد نوايا إذ تبرعت الممثلة الأمريكية المشهورة بـ 100 ألف دولار لمفوضية اللاجئين بهدف مساعدة السوريين بعد زيارتها تركيا وتقول مصادر إنها تنوي التبرع هذه المرة بـ 800 ألف دولار لمساعدة اللاجئين في مخيم الزعتر الأردني علما أن أنجلينا جولي تملك تاريخا طويلا ولامعا مع الأعمال الإنسانية التي بدأتها بتبني أطفال من مختلف أنحاء العالم واستكملتها بزيارات إنسانية إلى مختلف القارات لا سيما آسيا وأفريقيا لارا نبهان العربية